يتحول إذا شفق قطبي باللون الأخضر لا يشاهد إلا في القطب الشمالي كما ترحان الله شفق أخضر وأحمر وأصفر يدعى الشفق القطبي يعني حتى هذه المادة المدمرة ما يخترق الأرض الغلاف الجوي وينزل إلى الأرض يتحول إلى منظر جميل هل هذا إله رحيم أم؟ أنظر رحمة الله إن الله بالناس لا رؤوف الرحمة هذه الحمام المنصهرة تنطلق من الطبقة الثالثة من طبقات الأرض على عمق ألاف الكيلومترات ثم تصعد نتيجة الضغط الهائل وترتفع وتتسرى بعبر هذه الشقوق هذا الكتاب المنير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر؟ والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربي تبشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم ومع أن الكتاب لا ريب فيه إلا أننا نجد مع الأسف ممن يحاول أن يشكك وأن يتكلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق فمع رحلتنا الإيمانية التي نقضي فيها الدقائق الممتعة المفرحة لقلب كل مؤمن والمضحضة لقلب كل مشكك نقضي رحلتنا ونرحب في بداية حلقتنا بدكتور عبد الدائم الكحيل مرحبا بكم دكتور في هذا الرقاء بارك الله بكم ونزاك كل الخير بارك الله فيك دكتورنا دعنا نبدأ بسؤال كما تعودنا في كل حلقة يعني ما هي طرق المشككين في الإعجاز العلمي وفي القرآن الكريم بوجع عام وما رسالتكم إلى بعض المستغفلين مع الأسف الذين يجلون وراء هذا الكلام التافي لبعض المشككين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسلام تسليما كثيرا الحقيقة هؤلاء المشككون للأسف يناقضون العلم ويناقضون الواقع لماذا؟ لأن موضوع الإعجاز العلمي موضوع بسيط جدا أنا أستفيد من هذا الإعجاز أنني أتأمل حقائق الكون صحيح نحن نقوم في أبحاث الإعجاز العلمي بنقل آلاف الأبحاث العلمية سبحان الله من اللغات الأخرى وأهمها اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية حيث لا أحد يترجمها صحيح أبحاث كثيرة جدا جدا تصدر كل يوم نقوم بترجمتها ولكن لا نعرضها من وجهة نظر إلحادية فقط نعرضها من وجهة نظر حقيقية جميل لسنا منحازين بشيء معين نعم إنما نتعامل مع الحقائق والواقع حياد علمي نعم وبالتالي أنا عندما يأتيني بحث من الغرب على سبيل المثال يعني يقول لي إن هناك تصميم مذهل لعين الزبابة مثلا يعني أنا سأقول لك مثال بسيط فقط جميل كل عين الزبابة لها عينين كل عين فيها ثلاثة آلاف كاميرا رقمية تعمل أفضل من أي كاميرا موجودة سبحان الله وتقوم بتبطيء الصورة لذلك هذا البحث نشر في مجلة الطبيعة الأمريكية مجلة مهمة جدا جميل وأجروا دراسات سنوات لماذا لا تستطيع أن تقتل الزبابة مثلا جميل وجدوا أنها ترى بالتصوير البطيء يعني الزبابة تتعامل مع الميل الثانية الله أكبر وليس مع الثواني سبحان الله يعني عندما ترفع يدك وتوجهها خلال مثلا ثانية هي تراها ألف صورة سبحان الله وتقلع خلال عشرات الميل الثانية وبالتالي هي مرتاحة تطير وهي مرتاحة سبحان الله وتتخذ القرار أسرع من دماغ الإنسان في هذا المجل عجاز طب أنا عندما أجد هؤلاء العلماء يقولون إن الطبيعة والمصادفة والعشوائية هي من صنع هذا النظام وأجد آية تقول يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الله أكبر بأيهما أخذ أنا كإنسان منطقي لا نتحدث عن الأديان هنا صحيح صحيح ينبغي أن أعلم أن وراء هذا النظام منظم عليم حكيم هناك برمجة وبالتالي من يقول لسنا بحاجة للإعجاز أو أن الإعجاز مضيع للوقت أو أنه عقدة نقص لدى المسلمين ومنهم من يدعي أن هذا الإعجاز هو تعويض عن تخلف المسلمين إلى آخر كل هذا كلام متناقض مع نفسه أصلا صحيح لأننا ليس هدفنا في الإعجاز لا أن نعوض نقصا ولا أن ننشر شيء نحن فقط نبحث عن الحقائق وأنا اليوم دكتور مناسبة حديثك الكريم سمعت أحد هؤلاء الشباب على اليوتيوب يتكلم عن الزبابة على وجه الخصوص يتكلم ويستهزئ ما تجدون شيئا إلا الزبابة تتكلمون عنها وأنت الآن بمقدمتك الكريمة رددت على هؤلاء أتاري موضوع الزبابة موضوع عجاز في خلق الله كبير ولهذا السبب أورده القرآن ويستحق أن يذكر في القرآن وبالفعل ذكر الله أكبر الله ويثبته البحث العلي سبحان الله نعم الآن نحن لدينا نعمة نحن لا نشعر بشيء الآن هذه النعمة موجودة على مسافة تصل إلى 60 ألف كيلو متر لا نشعر بها ما هي ولكن لو لاها لدمرت الحياة بالكامل لا نستطيع أن نجلس هنا سبحان الله الشمس تصدر رياح شمسية قاتلة تدعى الرياح الشمسية وهي جسيمات كونية خطيرة أخطر ما فيها أشعات جاما أشعات جاما حارقة وخطيرة وتنفذ هذه الأشعة يرد منها مليارات الأطنان إلى الأرض كل ثانية الله أكبر تصور لو دخلت لأطلفت الحياة الله أكبر طيب ماذا هيأ الله لها جعل قلب الأرض هو قلب مغناطيسي حديدي يعني قلب الأرض النواة هي عبارة عن كرة حديدية تعطي للأرض مجال مغناطيسي ما الفائدة منه لم يدرك فائدته العلماء إلا اليوم الله أكبر يمكن أن نرى إذا أحببت كيف تعاملوا مع هذه القضية علميا وكيف أشار إليها القرآن الله أكبر من الأربعة عشر قرنا لم يغفل هذه النعمة التي بدأنا اليوم نشعر بها العلماء فقط وكتشفت حديثة هذه الشمس تعطي هذه الرياح الشمسية القاتلة فيتصدى لها المجال هذا هو المجال الكبير انظر للأرض صغيرة جدا المجال المغناطيسي القوي للأرض والذي يمتد من ستين ألف إلى مئات الآلاف من الكيلومترات سبحان الله سبحان الله فيتتشكل جبهة تنعكس عليها هذه الموجات القاتلة لأنها أيضا هي كهربائية ومغناطيسية فتتأثر بالمجال المغناطيسي سبحان الله لا تدخل إلى الأرض إنما تنحرف وتبتعد وتتشكل لدينا عند المنطقة القطبية الشمالية ما يسمى بالشفق القطبي الجميل سبحان الله انظر هنا تدخل بعض ما ينفذ إلى الأرض ماذا يحدث له بعد أن تتصدى له هذه الأحزمة المغناطيسية يدخل القليل يتحول إذا شفق قطبي باللون الأخضر لا يشاهد إلا في القطب الشمالي كما تنحن الله شفق أخضر وأحمر وأصفر يدعى الشفق القطبي يعني حتى هذه المادة المدمرة ما يخترق الأرض الغلاف الجوي وينزل إلى الأرض يتحول إلى منظر جميل هل هذا إله رحيم أم إله ماذا سبحانه النصف هذا الخالق سبحانه يقولون بالحرف الواحد إن هذا المجال يعمل مثل درع مغناطيسي قوي يحمي الأرض من هذه الأشعة القاتلة عجيب الله تعالى بالحرف الواحد قال وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ سبحان الله لا إله كلمات ولم يقل حافظا ليس هذا السقف الذي يحفظنا لأن هذا السقف محفوظ برعاية الله المريخ كان له غلاف جوي قبل ملايين السنين وزال تماما لم يحفظ لأنه غير محفوظ لم تنشأ الحياة لو لا حفظ الله لهذا المجال أصلا لم تنشأ الحياة على الأرض وما كنا موجودين هنا سبحان الله لذلك قال وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ صدق الله العظيم جزاك الله كل خير دكتور على هذا الإدلاء يعني ما يسعونا إلا أن يعني فعلا نوحد الله تبارك وتعالى من قلوبنا النعم حولنا كثيرة الواحد بينظر تحت قدمه منا فقط أما لو أطلق عنان قلبه وروحي وعقله للكون العظيم ولخلق الله الكبير الذي أودع أسراره فيه لعلمه أن الكرة التي نعيش عليها كما تفضل أستاذنا تحمينا ليست هي التي تحمينا وإنما الذي يحميها هو من خلق السماوات والأرض وكما جاء في الآية الكريمة أنه جعل هذه السماء سقفا محفوظا فالحمد لله على نعمة القرآن أنزله بعلمه الأمر أمره والخلق خلقه والسماء سماؤه والأرض أرضه حبة الكرام لنستكم رحلتنا الإيمانية الجميلة مع حماية الله تبارك وتعالى لكونه ونعود إلى أستاذنا ودكتورنا دكتور عبدالدائب قحيل نعود الترحيب بكم وطرأ بزيني سؤال وأن تتحدث فضيلتكم عن موضوع كيف حمل الله تبارك وتعالى وجعل السماء صقفا محفوظا طب ماذا عن الأرض يقول الله تبارك وتعالى أن في آيات كريمة والسماء ذات الرجع ثم قال والأرض ذات الصدع فما العلاقة وماذا عن الأرض أيضا نريد أن نستمع الحقيقة عندما قال الله تعالى والسماء ذات الرجع ما معنى الرجع باللغة العربية ارجاع الشيء من جديد لمكانه صحيح السماء تبين حديثا أن كل أحداث السماء مخزنة في السماء وترجع إلينا مثال على ذلك سبحان الله عندما نشأ الكون ولد أمواج تدعى أمواج الجاذبية حتى الآن ترجع إلينا وتتكرر وأمكان قياسها سبحان الله والسماء ذات الحبك شكلها يشبه الحبك سبحان الله عندما بدأ الكون بالتشكل أطلق ما يدعى بالخلفية الإشعاعية الميكروية جميل هذه الخلفية أيضا هي عبارة عن درجات حرارة محددة في مناطق محددة من الكون سبحان الله موجودة حتى الآن طيلة 13.7 مليار سنة ترجع إلينا ونقيسها الله أكبر إذن ظاهرة الرجع ظاهرة عظيمة جدا ليست ظاهرة بسيطة لذلك الله أقسم بها والسماء ذات الرجع ثم انتقل إلى الأرض أيوة طيب ماذا عن الأرض لو أن الله خلق هذه الأرض كتلة واحدة لما استطعنا أن نعيش عليها لتدمرت واهتزت وأصبح هناك مشاكل كثيرة جدا لماذا؟ مجيب قلب الأرض يغلي لابد من فتحات للتنفيس هندسيا نتحدث نحن الآن جميل إذا كان لديك وعاء يغلي وتضغطه باستمرار ماذا تحتاج؟ فتحات تهوية وتنفيس مثل الحل التي يطافي الطعام الله تعالى صمم الأرض على شكل ألواح إثنى عشر لوحا مقسمة إلى ألواح بينها صدوع هذه الصدوع إذا رسمت خريطة لها تجدها صدعا واحدا متصلا ببعضهم مثل الخريطة واحد سبحان الله ليس الصدوع وهم كانوا يسمونها الصدوع متعددة ولكن يوم يطلقون عليها الصدع واحد وهذا الكلام مسبت علما ومصور يمكن أن نشاهد إذا أحببت معنى كون الدليل جاهز نعم تفضل أنت عودتنا على ما لم نعودنا عليه أحد من الباحثين الحقيقة ماشاء الله عليك يعني التوثيق لألمي ضروري طبعا لأجل المصداقية نعم لأننا نخاطب أناس يشككون في كل شيء انظر إلى هذه الصدوع كيف تتدفق منها هذه الحمم المنصهرة هذا في جزر هاواي سبحان الله وحدث قبل عدة سنوات وهو يحدث اليوم ونحن جالسون الآن هذا المشهد يمكن أن تراه غرب أمريكا على بعد ألاف الكيلومترات في منطقة تدعى جزر هاواي نتيجة الضغط الهائل في الأرض تنفس الأرض هنا بعض من حممها سلم يا رب لنعيش هنا بسلام هذا المشهد هذا المشهد يحدث في منطقة غرب أمريكا عدة ألافنا الكيلومترات في جزيرة شبه معزولة مع أنه فيها جامعة هاواي وفيها سكان ولكنها معزولة هناك وتنفس الأرض هذه الطاقة الهائلة ليحمينا الله من شرها سبحان الله انظر رحمة الله إن الله بالناس لرؤوفه الرحيم هذه الحمم المنصهرة تنطلق من الطبقة الثالثة من طبقات الأرض على عمق ألاف الكيلومترات ثم تصعد نتيجة الضغط الهائل وترتفع وتتسرب عبر هذه الشقوق سبحان الله وبعد أن تخرج إذا كانت في البحر تشكل جزر بركانية وإذا كانت على البر يمكن أن تشكل جبال بركانية سبحان الله ومعظم الصدوع وتدفق هذه الحمم المنصهرة المرعبة هو في أعماق البحار ولا نره سبحان الله لو أن هذا المشهد الموجود في أعماق المحيطات هناك صدع يسمى الصدع دائرة النار 40 ألف كيلومتر يمتد حول المحيط الهادئ وهذه المحيطات وتدفق منه مليارات الأطنان كل يوم سبحان الله ولا نشعر بها رحمة بالله بها تماما مثل أن سخر لنا ذلك الغلاف المغناطيسي الذي لا نشعر به سبحان الله ونحن عنه معرضون هذه الظاهرة لم يغفلها القرآن نعم لأنها ظاهرة مهمة ينبغي أن يتحدث عنها لأنه كلام الله ونعمة ورحمة منه الله تعالى قال والسماء ذات الرجع ظاهرة كونية تحدثنا عنها نعم والأرض ذات الصدع سبحان الله لم يقل صدوع لو قال صدوع لكان هنا خطأ علمي جميل شكك به الملحدون قال الصدع لأنه متصل لا يوجد انفصال بينهم سبحان الله العليل قدير ماذا يا رب تقول لهؤلاء الملحدين قال لك أيها الملحد كما أنك رأيت هذه السماء وهذه الأمواج التي ترجع إليك ورأيت هذا الصدع لابد أن تدرك إنه لقول فصل الله وما هو بالهزر الله أكبر فسبحان الله الذي أحكم آياتي هذا الكتاب العظيم سبحانه وجل في علا أشكر الدكتور عبد الدائم الكحيل على هذا الإدلاء وهذا الإثراء الإيماني الألمي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون سببا في هداية من يسمعنا عجيب أنك ترى يعني الآية الكريمة تتحدث عن السماء وعن الأرض وما فيها من إعجاز والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع فيكون القسم على أن القرآن هو القول الفصل قسم عظيم على كتاب عظيم من إله عظيم نزل بقرآنه على نبي عظيم صلوات ربي وسلامه عليه الوحي هل معطرا بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا شكرا للمشاهدة